بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين بعد موسى وهارون عليهم السلام حكينا عن يوشع بن نون وصموئيل وداود وسليمان عليهم السلام وهدول كلهم أنبياء إلى بني إسرائيل اليوم بدنا نحكي عن أول رسول إلى بني إسرائيل بعد موسى وهارون وهو إلياس عليه السلام بعد وفاة سليمان عليه السلام تفككت دولة بني إسرائيل وظهر ملوك مختلفين وبالتالي انهار الحكم ثم انهارت الأخلاق وأخيرا انهارت العقائد وبالتالي بدأت تظهر الوثنية وعبادة الأصنام من جديد بين فئة من فئات بني إسرائيل وكان أشهر صنم يعبد في منطقة الشمال صنم اسمه بعل وهذا الصنم مذكور بالاسم بالقرآن الكريم وأيضا في اسم مدينة على اسمه وهي مدينة بعلبك في لبنان طبعا إخوانا اللبنانيين بيحكوا عنها بعلبك ولكن اللفظ الصحيح هو بعلبك أي مدينة بعل وصار الوقت مناسب لظهور رسول يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيد الله وإرجعهم إلى الفطرة السليمة فطبعا ربنا اختار إلياس وأرسلوا إلى هدول الناس وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لم يحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إن كذلك نجز محسنين إنه من عبادنا المؤمنين لم يذكر إلياس عليه السلام في أي موضع آخر سوى في قوله تعالى وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين فإحنا المعلومات اللي عنا عن إلياس عليه السلام قليلة ولكن ذكر في تاريخ الطبري عن ابن إسحاق بعض المعلومات عن إلياس عليه السلام يقال إنه إلياس عليه السلام بعد ما دعا قومه لترك عبادة الأصنام كذبوا وما أطاعوا ولم يتبعوا أي أحد من بني إسرائيل فدعا الله عليهم إنه يحبس عنهم المطر ثلاث سنوات طبعا خلال الثلاث سنوات تدوروا من الجوع وماتت الماشية وحتى ماتت الأشجار الموجودة عندهم وطبعا كان إلياس عليه السلام يأتي رزقه وين ما يكون يعني إذا كان في بيت أي أحد من بني إسرائيل الرزق يأتي إلى أهل هذا البيت لدرجة أنه كانوا بني إسرائيل أو أهل هديك المدينة إذا اشتموا رائحة الخبز في أي منزل بيعرفوا أنه إلياس موجود أو على الأقل كان إلياس موجود في هذا المنزل وطبعا كانوا يأذوا أهل المنزل اللي بيشتموا في هذه الرائحة وفي يوم من الأيام كان إلياس عليه السلام في منزل سيدة من بني إسرائيل وكان في عندها غلام مريض اسمه اليسع ابن أخطوب عليه السلام فإلياس عليه السلام دعا له فشفي ومن يومها ظل اليسع عليه السلام ملازم لإلياس يعني كتلميذ وآمن معه وظل متمسك بدعوته ويلازمه في أي رحلة في رحلات دعوته وطبعا لما اشتد الجوع على بني إسرائيل إلياس عليه السلام اتفق مع بني إسرائيل أنه إذا تركتوا عبادة الأصنام بدعي لكم أنه يعني يرجع لكم المطر وترجع بلادك وتنتعش فطبعا اتفقوا معاه على هذا الأمر وتركوا عبادة الأصنام وطبعا لما دعا ربنا أنه نزل لهم المطر نزل المطر ورجعت الحيان تعشت وبعدها كذبوا ورجعوا لعبادة الأصنام وأخلفوا وعدهم مع إلياس عليه السلام بعدها دعا ربنا أنه يقبض روحه ولما مات ضل اليسع عليه السلام مستمر يدعو الناس على دعوة إلياس عليه السلام إلى نهاية حياته طبعا اليسع عليه السلام لم يذكر عنه أي قصة في القرآن الكريم ولكن ذكر مرتين بالأسم يقول الله تعالى واذكر إسماعيل واليسع وذلكفلي وكل من الأخير وأيضا يقول في آية أخرى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطن وكلنا فضلنا على العالمين طبعا هذه القصص اللي حكناها عن إلياس عليه السلام ما في عندنا الدليل الكافي عليها ولكن إلياس من المرسلين يعني هو رسول زي باقي الرسل شأنه ما بقل عن شأن أي أحد من الرسل الآخرين المذكرين في القرآن الكريم لأنه إحنا كمسلمين لا نفرق بين أحد من رسله صلوات الله وسلام عليهم أجمعين